السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم في حلقة جديدة من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة النهاردة في هذه الحلقة هنتكلم عن مواضيع مختلفة ومحاور متعددة وفي الحقيقة يعني هذه المواضيع طلبت مني كثيرا أن أتكلم عنها وسبحان الله ساقتها الأحداث وجاءت بها سريعا فتعالوا نبدأ الكلام بإيه اللي بيحصل الآن في الشام إيه اللي بيحصل وشغال الآن في الشام سوريا بين قسين الشام ملعب كبير جدا جدا للأحداث فصائل مختلفة متناحرة قوات أمريكية قوات روسية تركية ويعني النيتو موجود بقوة هناك ملعب كبير زي ما بقول لكم اللي شغال دلوقتي في سوريا أن الفصائل متناحرة وفي نوع من أنواع التربص لحدث كبير والناس اللي قاعدة في سوريا والناس اللي موجودة معنا في التعليقات تشاركنا النهاردة في هذه الحلقة ونضغط بكسافة على زر الإعجاب لك وننشر الحلقة على أوسع نطاق الناس اللي معانا من سوريا هيأكدوا لينا في التعليقات هذه المعلومات أن الجميع بينتظر في سوريا الآن حدث كبير جدا هل هذا الحدث هو موت بشار أو بمعنى قتل بشار وفي روايات بتقولك أن الحاكم بتاع الشام أو سوريا يقتل هل هذا هو الحدث أم الحدث هو ظهور السوفياني اللي هيقوم بالاستيلاء على السلطة تحت استطار الدين وتوحيد سوريا وناس كتير هتتبعوا اللي شغال دلوقتي في سوريا اللي فيه تنظيم جديد بيظهر في سوريا والناس بتقول عنه أنه هو تنظيم السوفياني هذا التنظيم مدعوم من أمريكا ولذلك هي شبهة كبيرة جدا أنه ممكن يخرج من هذا التنظيم السوفياني وارد افتكروا كويس أنه احنا في القناة وده منهجنا بالنسبة لشخصية السوفياني أنه احنا حطين سيناريو هين اتنين سيناريو السيناريو الأول أن السوفياني يظهر من الأردن من الوادي اليابس السيناريو الثاني أن السوفياني يظهر من سوريا بن قسين من القبائل المتناحرة في سوريا ومشيين في السيناريو هين بطريقة متوازية علشان ما نتفجئش وما نميلش كل التميل على فكرة وتطلع الفكرة الأخرى هي السليمة النهاردة احنا بنتكلم عن سوريا والفصائل يعني بنتكلم عن سيناريو الظهور السوفياني من سوريا فاللي شغال دلوقتي أن التنظيم ده بيعد ليه أنه هو يخرج ويسيطر على الأحداث في أرض سوريا وأمريكا بتدعمه ولكن ما تنساش على الجانب الآخر موجود في سوريا الناتو وموجود روسيا وموجود تركيا وكل يعني فصيل من الفصائل القوات الأجنبية عشان توطد أركانها في سوريا للأسف الشديد بقولك ملعب بتدعم الفصيل من الفصائل المتناحرة في سوريا ولذلك اللي بيقولك أنه هيبقى في حل للتعاون وتوحيد الفصائل استحالة إلا في حالة واحدة على يد السوفياني إلا هيوحد هذه الفصائل بقوة سلاح مفرطة استحالة تخرج من إطار عربي أو إطار إسلامي لابدها تخرج القوى المفرطة ديت من دولة من الدول الكبرى أوروبا أو أمريكا ده الترجيحات بتاعتي وإحنا بنرتقب ومش عايزين إن إحنا نتصرع كعادتنا ونقول إن السوفياني فلان زي ما الناس بتضغط بشدة علينا عشان شخصيات آخر الزمان بيضغطوا بشدة بصورة غير مباشرة من غير ما يقصدوا علشان يطلعوا مننا الكلام إن إحنا نقول لهم فلان صحابي مصر فلان الأخنس فلان السوفياني والكلام ده كله غلط وتصرع ولازم نشوف بينا قوية تعالوا كمان نشوف حاجة متصلة بالشام هل الرايات الصفر الآن في طريقها إلى الشام أنا عايز أقول لك أنا كاتب في العنوان إن الرايات الصفر في طريقها للشام في الحقيقة إن الرايات الصفر أيضا موجودة فعليا مش لسه في طريقها موجودة فعليا في الشام وبتزداد كل يوم كسافة الرايات الصفر والرايات الصفر جايين من المغرب العربي والرايات الصفر فيه انقسام طبعا عند الشيعة بيقولوا إن دي رايات شريرة وعند السنة بيقولوا إن هي رايات خير وطبعا هي رايات خير هي رايات خير والرايات الصفر هيبقى لها دور كبير جدا في الشام وفي أحداث الشام بين قوسين على أرض سوريا وهيبقى لها حرب مع السوفيانية هي ممكن زي ما الروايات بتتكلم إن رايات الصفر تهزم ولكن في النهاية الغلبة هتكون لأهل المغرب العربي وعندنا حلقة تفصيلية هكلمكم فيها عن علامات الآن تتحقق وذكرتها الأحاديث إن شاء الله نعدي لكم هذه الحلقة اتكلمت معكم أيضا وده محور مختلف عن الكارثة التي تحدث خلينا الأول نشوف ماشي نتكلم عن الكارثة في السعودية السعودية فيها دلوقتي كرسة كبيرة جدا اليهود رسميا هيخشوا السعودية يتملكوا ويغدوا الجنسية وهيبقوا مواطنين سعوديين وهذه الدعوات أيها الأحباب شغالة بقالها دلوقتي سنتين ثلاثة ويعني الستارة بتاعة هذه الدعوات إن اليهود ظلموا شوف قلة الأدب يقولك اليهود ظلموا أنا ليه بقولك دي إيه اللي تأدب ركز معي اليهود ظلموا ده الكلام اللي بيردد وكانوا يتملكوا أراضي في خيبر وكان بيتملكوا أراضي ليهم والرسول تردهم يبقى دي إيه اللي تأدب ولا لأ لما الرسول يجي ليهم عليه الصلاة والسلام وإنت جاي بعد 1400 سنة تقول إن كده هم ظلموا يعني الرسول ظالم حشا حشا ده إيه اللي تأدب وتطاول على الجناب العالي الجناب النبوي ولكن ده اللي الأسف إيه اللي شغال محاولات إعادة اليهود إلى أرض السعودية ولكن كمان شوف بقى إن لم تستحي فاصنع ما شئت مش بصورة يعني مستترة لا ده بصورة رسمية والحاخة ما تشغالين دلوقتي موجودين وبيطلعوا يتصوروا والمشاهد دي شوفناها بقالها فترة طويلة شغالة بس الكرسى إن القادم تمهيدا لمشروع الدجال مشروع نيوم 2030 إن لازم قبل ما المشروع ده يكتمل في وجه نظرهم إن تبقى في صفة شرعية لتواجد اليهود في الأراضي المقدسة في بلاد الحرمين طبعا الدعوات دي ما بقيتش دلوقتي يعني زي ما بقول لكم بقيت دعوات ظاهرة أشهر مشروع لليهود اسمه مشروع ديارنا أنا بديك أدلة هو عشبطيش كلام مرسل لأ مشروع ديارنا إما تيجي تسألهم إيه هو المشروع ده يقول لك والله اليهود كانت لهم أراضي موجودة على مستوى العالم وكان لهم تواجد ومنها مصر ومنها أماكن في مصر كمان بالمناسبة ولازم اليهود يرجعوا للأراضي بتاعته على رأس هذه الأماكن المدينة المنورة المستهدفة بقوة وبيطلبوا بتعويضات وشوفنا كمان تصريحات مؤسفة للمسؤولين في السعودية اللي احنا هنعوضكم وتزعلوش ودي كارثة كبيرة للغاية تعالوا كمان ننتقل إلى محور آخر أيضا ألا وهو مكان جيش الخسف كلمتكم من كذا يوم وقلت لكم هقول لكم على مفاجأة بالنسبة لجيش الخسف أنتم عارفين أن حكام العالم الحقيقيين عارفين كل حاجة بصورة غير طبيعية عارفين كل حاجة لدرجة أن مكان جيش الخسف اللي هيخصف فيه بالبيداء مراقب 24 ساعة بأجهزة التجسس والمراقبة بين قصين الأقمار الصناعية مصدقها الحكاة دي ومكان جيش الخسف اللي ما بين مكة والمدينة بتفصيل غريب جدا جدا مرأبينه وعارفين بالمتر المكان اللي هيخصف به هذا الجيش حاجة غريبة للغاية وفي عز المراكز البحسية ما هي شغالة قاعدين بين ينيموا المسلمين وبيشككوهم في الأحاديث النبوية وبيشككوهم في أن هي هتتحقق على أساس مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لنا أحاديث ويعني معدها اللي هو إلى ما لا نهاية أحاديث يعني كده نظرية وصعب ومستحيل أن هي تتحقق دي دماغ المسلم دلوقتي للأسف إلا من رحم الله لكن الموضوع واضح للغاية تعالوا نخشي كمان في كلام بيتقال في الأيام دي على القنوات بتاعت أخر الزمان إنها تتم محاولة التخلص من الملك سلمان بتسميمه أو قتله وهيموت بهذه الصورة لتسليم الحكم الولي العهد والكلام دا أنا سمعته في وسائل التواصل وأختلف تماما شكلا وموضوعا مع هذه الفرضية لأن على أرض الواقع طول ما الملك سلمان موجود فولي العهد بيحكم فيه فعليا في المملكة وإن الأجواء هتشتعل بعد وفاة الملك وربما في صورة كبيرة بعد يعني فيه فرق ما بين وفاة الملك والإعلان عن وفاة الملك وأنا وجد نظر أن الأمور هتشتعل قبل الإعلان عن وفاة الملك فالفرضية دي أنا لا أتفق معها تماما من مصلحتهم بقاء الملك سلمان على قيد الحياة وبرضو قالوا لنا رأيكم إيه في هذا الموضوع بارك الله فيكم أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته